بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبنات طلبة التعليم الفني الصناعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم هكون معاكم النهاردة في الحلقة معنعمل مع بعض مراجعة معاكم المهندسة هويدة صيد إسماعيل بوزارة التربية والتعليم هنعمل النهاردة مراجعة عن ايه والتخصص ايه والقسم ايه هنعمل النهاردة مراجعة لطلبة الصف الثالث تريكو قالي كسم ايه كسم تريكو قالي طب والمادة اللي احنا هنرجحها مع بعض هي مادة المؤيسات والتكاليف طبعا شرفت ان انا حضرت معاكو واشتغلنا مع بعض منهج مادة المؤيسات بالكامل اللي احنا اخدناه عبارة عن اربع ابواب في الحلقات السابقة النهاردة هبدأ معاكو المراجعة طبعا وانا سعيدة جدا بالتفاعل معايا على صفحة اليوتيوب والتعليقات اللي جاتلي تحت الحلقة اللي فاتت واللي قبلها على الماكنة المستديرة والتطريز والاسئلة احب ان انا ابدأ حلقة النهاردة بمجموعة الاسئلة اللي جات لنا على الصفحة سواء في الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها وكانت معظم الاسئلة بالدور حولين الماكنة المستديرة وازاي الطالة بقال انا منها مع ان انا شايفها سهلة جدا وبسيطة هي زي الماكنة المستديرة بالزبط مع اختلاف عدد الابر يعني انا ما بيبقاش عندي عرض ويبقى عندي كتر وجالي سؤال من بعض الطالبات عندي وقالوا طب هو دلوقتي ممكن ان هو ما يجيب ليش عدد الابر في الماكنة المستديرة اه ممكن ما يجيب ليش عدد الابر في الماكنة المستديرة بس هيجيب لي بيان اقدر اشتغل منه واجيب الماكنة المستديرة ايه هيو البيان اللي هيدهوني هو القطر يبقى في الحلقة دي عشان يجيب عدد الابر وابدأ احل مسألت عادي هقول القطر في 22 على 7 في الجوش بتاعي وانا كده جبت عدد الابر الشغالة بتاعتي وجالي سؤال تاني وقال لي هي المكنة المستديرة دي بتبقى وجه واحد ولا وجهين وقلت ان الوجه الواحد لو هو قال لي مكنة مستديرة وسكت لكن لو قال لي مستديرة ذات سيلندر وكرس او ذات سيلندر وضيل في الحالة دي بيبقى عدد اللي اوجه عندي هم الوجهين جالي سؤال كمان وقال لي ايه هو عدد المغزيات لو احنا قلنا عدد المغزيات مثلا 16 12 بس اللي شغالين هنرد وقلت ساعتها يبقى في الحالة دي انا بشتغل بعدد المغزيات الشغالة والمغزيات الغير شغالة غير موجودة عندي في المسألة دي كانت معظم الاسئلة اللي جات لي على المكنة المستديرة ده غير كمان في طلبة الانا جدا من تكاليف الانتاج على المكنة المستديرة مع انها برضو سهلة وبسيطة وما فقاش حاجة لو انتوا فهمتوا تكاليف الانتاج على المكنة المستطيلة هي هي زي المكنة المستديرة مفيش فيها اي اختلاف طيب هنبدأ النهاردة بقى مراجعتنا وهنبدأ مع اول باب ايه هو الباب اللي هو كان ايجاد المجهول بتاعي كنا واخذين مجموعة من القوانين ازاي اوجد الجوج او ازاي اوجد طول الغرزة او عرض اماش او عدد اسطر او طول اماش ايا كان المطلوب عندي انا اللي يهمني هي القوانين اللي انا هشتغل بيها احنا خدنا مجموعة من القوانين في الباب ده ويريت نراجع كويس او نحفظ القوانين وعلى فكرة هو دايما بيديني المعلومة اللي انا ببدأ بيها يعني دايما يديني معلومة منها ابدأ اشتغل بالقانون يعني يقول لي مثلا عدد الابر الشغالة اعرف على طول ان انا هستخدم قانون عادل ابر الشغالة او يقول لي طول الخط لسطر واحد يبقى انا في الحالة دي هستخدم قانون طول الخط لسطر واحد طيب نبدأ مع بعض الباب بتاعنا ونشوف مسائلنا وهناخد مجموعة من مسائل الامتحان وهنلاقيها دايما موجودة من الكتاب يعني كل الامتحانات السابقة لو احنا حابنا نحل ونراجع هنلاقيها كلها من افكار الكتاب علشان كده انا لما بدأت معاكم مادة المؤيسات اتفقنا على ايه ان الكتاب المدرسي هو المرجع الاساسي ليه الوزارة ادتنا كتاب الكتاب ده مليان افكار والافكار ان شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان نبدأ مع بعض النهاردة ونشوف حلقتنا دي اول حاجة عندنا امتحان 2011 امتحان 2011 ده بيقولي ايه بيقولي نفزت كتعة جرسية طولها اتنين متر نمرت المكينة تمانية انجليزي وطول الغرزة تمانية ملي طول الغرزة تمانية ملي وعدد اسطر السنتي اربعة وطول الخيط للقطعة 896 يارضة احسب عرض القمش طب من المعلومة اللي هو مدهاني هنا اداني ايه اداني طول الخيط للقطعة بايه باليرضة طب نفتكر مع بعض بقى في خطوات الحل بتاعتنا كان اول حاجة عندنا هي ايه نبص كده مع بعض طول الخيط باليرضة هيساوي العرض بالسنتي في اتنين على خمسة في الجوج في عدد الاوجو في طول الغرزة في عدد اسطر السنتي في طول القمش بالسنتي عالمية في خمسة وثلاثين على اتنين وثلاثين عشان احول باليرضة يبقى تاني القانون بتاعي بيقولي طول الخيط باليرضة بيساوي العرض العرض بايه بالسنتي ده اللي هو طلبه مني اتنين على خمسة هي تحويل العرض بالسنتي الى بوصة في الجوج اللي هو نمرت المكنة فعدد الاوجو بتاعتي اذا كان واجه واحد او واجهين في اسطر السنتي نشوفهم كم سطر وطول القمش بالسنتي عالمية عشان نخلي كل ده بالمتر عشان طول الغرزة بالسنتي في خمسة وثلاثين على اتنين وثلاثين عشان احول المتر الى يرض طب نكمل مع بعض هلاقي ايه شلت طول الخيط اللي هو عندي 896 يارضة وبدأت اعود العرض بالسنتي هتنزل زي ما هي لان هي دي اللي انا عايزاها في اتنين على خمسة الجوج بتاعي تمانية عدد الاوجو هو واحد طول الغرزة تمانية من عشرة وعدد اسطر السنتي اربعة وضربت في متين ايه المتين دي المتين دي هو طول القطعة بالمتر اللي هما كانوا اتنين متر ضربتها في مية بقت متين لان انا القانون بتاع بيقولي طول القمش بالسنتي على مية في خمسة وثلاثين على اتنين وثلاثين وبعد كده بطلع العرض بالسنتي في طرف وبعمل طرفين في وسطين طلعت اهو العرض بالسنتي في طرف اهو وجبت طرفين في وسطين ايه هما الطرفين في وسطين بقى ده راب 896 في خمسة في مية في اتنين وثلاثين ده اللي تحت طلعلي فوق واللي فوق هينزل تحت يبقى اتنين في تمانية في تمانية من عشرة في اربعة في متين في خمسة وثلاثين طلعت لي اربعين سنتي مسألة سهلة وبسيطة وطبعا بتجيلي في الامتحانات لان طبيعي الباب الاول استحال ان احنا نخفق الباب الاول الباب الاول بيبقى مسته ان هو قانون واحد بس اخترت القانون الصح وبدأت عوض اطلع الناتج ومسألة سهلة وبسيطة وبيبقى عليها مش اقل من عشر درجات طيب هل في امكانية ان احنا نخفق الباب الاول ده في الامتحان طبعا ما ظنش لان دايما ضوابط الامتحان بتقولي ان الامتحان يكون شامل ابواب المنهة كلها يبقى انا لو فهمت القوانين بتاعتي هقدر احل المسألة الصغيرة دي واخد العشر درجات طيب المسألة دي كان فيها العرض بالسنتي طب نشوف مسألة تانية ده نموذج رقم تلاتة واحنا الوزارة ادتنا خمس نمازج مع ورق الامتحانات اللي احنا بنجمعه ده نموذج رقم تلاتة بيقولي قطعة قماش عرضها عشرين بوصة نخبالنا من اللفظ قال لي هنا ايه عشرين بوصة ما قال ليس سنتي تم تنفذها على مكينة مستطيلة تعمل من الوجهين وطول الورزة واحد سنتي وطول الخيط لسطر واحد تلتمية وعشرين سنتي تاني قطعة قماش عرضها عشرين بوصة تم تنفذها على مكينة مستطيلة تعمل من الوجهين وطول الورزة واحد سنتي وطول الخيط لسطر واحد تلتمية وعشرين سانتي هيبقى طالب مني ايه هيبقى طالب مني الجوج طالب مني الجوج طيب هو ايه المعلومة اللي هو الدهاني اداني طول الخيط لسطر واحد المعلومة اللي هو الدهاني هنا اداني طول الخيط لسطر واحد على طول يبقى انا هستخدم قانون طول الخيط لسطر واحد اللي هو بيقول ايه العرض بالسانتي في اتنين على خمسة في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزة يبقى انا هنا اشمعنا القانون ده لانا استخدمته لانه هو داني معلومة في المسألة وقال لي ايه طول الخيط لسطر واحد عشان كده هو ده القانونين لانا استخدمته جيت اعوض في القانون لقيت عندي العشرين دي بالبوصة مش بالصمت يبقى في الحالة دي مش هحط 2 على 5 لان احنا اتفقنا ان ال 2 على 5 دي هي ثابت التحويل ثابت التحويل من ايه من عرضي الى بوصة طب هو هنا مديني في المسألة العرضي بالبوصة فعلا يبقى انا في الحالة دي مش هضرب في 2 على 5 طب نبص كده للمسألة يبقى احنا هنا هنشيل طول الخيط لسطر واحد وهحط التلتمية وعشرين عند العرض بالبوصة هيبقى عشرين الجوج هو اللي انا عايزاه وعدد الاوجه بتاعتي 2 وطول الغرزة هيبقى واحد معا ان انا كتبت في القانون 2 على 5 لكن انا ما استخدمتهاش عشان انا عندي العرض بالبوصة هنعمل برضو طرفين في وسطين وهجيب الجوج في طرف يبقى الجوج هيساوي 320 على 20 في 2 في 1 هتطلع لتمانية انجليزية وده الرنج اللي احنا دايما بنبقى شغالين به في الجوج يعني ايه يعني انا فيه رنج ببقى شغالة به لو جالي غير كده ابقى انا شغالة حاجة مش مزبوطة ايه هو الرنج بتاع اللي انا بشتغل به انا عندي جوج الماكنة بيبدأ من 8 ل 10 12 14 16 ممكن يوصل ل 20 او 22 بوصة انجليزية لكن ما يزيتش عن كده يبقى لو انا جيت احل المسألة مثلا وطلع لي 50 انجليزي ولا 40 ولا 60 يبقى انا كده اشتغلت حاجة مش مزبوطة زي بالزبط ما عندي رنج لطول الغرزة بيبدأ من 4 من 10 6 من 10 5 من 10 7 من 10 8 من 10 75 من 100 ممكن لغاية 1 و 2 من 10 لكن ما بتزيتش عن كده يبقى لو جي قال لي اوجد طول الغرزة ولاقيتها زادت عن كده يبقى في حاجة عندي مش مزبوطة يبقى احنا كده خدنا اول مسألة عندنا كانت جاية في امتحان 2011 كانت ايجاد العرض بالسانت وهنا في المسألة التانية خدنا كانت موجودة عندي في النموذج وكان طالب الجوش في المسألة الاولانية احنا استخدمنا انهي قانون استخدمت قانون طول الخيط للقطعة كلها باليرضة ليه؟ عشان هو قال لي طول الخيط للقطعة باليرضة طب والمسألة التانية انا استخدمت ايه؟ استخدمت طول الخيط لسطر 1 بس لقيته هنا مدين العرض بالبوصة فما استخدمت الش 2 على 5 طيب ناخد مسألة تانية ونشوف فكرة تانية عندي تمرين كمان اهو بيقول لي قطعة قماش جرسي عرضها 60 سنتي والجوج 8 وطول الخيط لسطر واحد 134.4 من 10 اوجد طول الغرزة طيب هو هنا قال لي جرسي واحنا عارفين ان القماش الجرسي ده بيبقى على وجه واحد يبقى قطعة قماش جرسي عرضها 60 الجوج 8 وطول الخيط لسطر واحد 134.4 من 10 سنتي اوجد طول الغرزة ها نفتكر كده مع بعض بقى انهي قانون هستخدمه هستخدم انهي قانون في الحالة دي نسترجع كده قواننا انا عندي قانون عدد الابر الشغالة هستخدمه هنا طبعا ما ينفعش عندي قانون طول الخيط لسطر واحد عندي قانون طول الخيط للقطعة كلها بالمتر وباليرضة وعندي كمان قانون الوزن بالرطل طيب ايه المعلومة عندي هنا في المسألة المعلومة عندي هنا طول الخيط لسطر واحد اللي هو 134.4 من 10 سنتي يبقى في الحالة دي انا هستخدم فعلا القانون اللي بيقول لي طول الخيط لسطر واحد طب القانون ده بيقول لي ايه بيقول لي طول الخيط لسطر واحد بيساوي العرض بالسانتي في اثنين على خمسة في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزة طيب نبدأ نشوف التعود بتاعنا اهو طول الخيط لسطر واحد بيساوي العرض بالسانتي في اثنين على خمسة في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزة في عدد عندي طيب هشيل كل كلمة وحط رقمها هشيل طول الخط لسطر واحد وحط 134.4 من 10 هشيل العرض بالسانتي وحط 60 في 2 على 5 الجوج بتاعي 8 عدد الأوجه وجه واحد ليه وجه واحد لان قولنا ان القماشة دي جرسين وطول الغرزة هو اللي انا عايزاه هعمل طرفين فوسطين يعني الكامل على الناقص يبقى 134.4 من 10 في 5 طلعت طول الغرزة بره لوحده وهقسم على 60 في 2 في 8 في 1 هتساوي 7 من 10 سنتي يبقى احنا كده جبت المطلوب بتاعي اللي هو طول الغرزة يبقى احنا كده رجعنا على الباب الاول وخدنا فيه 3 مسائل المسألة الاولانية كان ايجاد العرض المسألة التانية كان ايجاد الجوج المسألة التالتة كان ايجاد طول الغرزة طب اختلفت معنا لا طبعا ما اختلفتش انا حددت القانون من البداية وهو ده اللي انا اشتغلت عليه مسألة بخطوة واحدة بقانون واحد وتعاويد واحد وعشر درجات اتمنى ان كلنا نركز فيها كويس لانها سهلة وبسيطة وهي دي الحاجات اللي بتلملنا درجات احنا عارفين دايما كل اللي بيقلق من المؤيسات ان فيها تكات وممكن توقعنا يبقى انا في الحالة دي بحاول اجمع الدرجات من كل مكان سؤال سهل وبسيط وان شاء الله هنلاقيه عندنا في الامتحان طيب البابي التاني عندي بقى ايه؟ البابي التاني بيتكلم عن تكاليف الانتاج اه دي مسألة كبيرة وفيها خطوات كتيرة جدا وفيها افكار كتيرة وعليها اعلى درجة في الامتحان طيب ليه عليها اعلى درجة في الامتحان عشان ليها خطوات كتيرة جدا طيب ايه يا افكار تكاليف الانتاج؟ انا ببقى عايزة اعرف انا هبيع المنتج بكام بعد اضافة الارباح طيب هو ايه المنتج بتاعي؟ ايان كان فستان جاكت عدد امطار عدد بلوزات ايان كان المنتج بتاعي انا ببقى عايزة اعرف تمن بيعه طب وانا عشان اعرف تمن بيعه يبقى لازم بحسب كل جنيه صرف وبضيف كمان عليه المصاريف وبعد كده بحط نسبة الربح ومن هنا ببدأ اجيب تمن بيع القطعة او تمن بيع الفستان او تمن بيع الجاكت طيب ايه هي افكاره افكاره ايه الافكار دايما بتنحصر عندي يعني كل مسألة بيبقى ليها فكرة اول ما اجيب الوزن هلا ايه ماشي عادي خالص في الاجور ما فيهاش مشكلة طب ايه هي افكار الوزن اللي بتجيلي يا اما بيجيلي وزن برطل وزن برطل دي يعني يديني خامة وورستد او كتان او قطن او حرير او صوف وولن يبقى في الحالة دي بجيب وزن برطل وممكن يديني متري يجي يقول لي الترقيم متري يبقى في الحالة دي بيبقى الوزن بايه بالكيلو جرام وخدناه له قانون في حلقة سابقة طيب وممكن يجيلي تيكس او دينير وتكس او دينير لاتنين زي بعض مع اختلاف بسيط جدا ان الطول السابت لتكس الف والطول السابت لدينير تسعة تلف يبقى لو جات لتكس او دينير هي هي نفس القانون اللي انا بطبقه قانون الوزن بالكيلو جرام بتاعي وفي الحالة دي في التكس بيبقى الطول السابت بتاعي ألف والدينير بيبقى تسعة تلف طب هي ممكن تجيلي مخلوطة يعني نصين اه ممكن تجيلي بترتبين ايه هم الترتبين ممكن تيجيلي قطن وورستيد مثلا طب هم هم يبقى نفس الترقيم نفس الوزن لكن هيبقى لكل واحد منهم طول سابت يبقى في الحالة دي هجيب الوزن بالراطل للقطن والوزن بالراطل للورستيد طب ولو ممكن يجيلي مثلا وورستيد ومتري اه ممكن يجيلي وورستيد ومتري يبقى في الحالة دي هنجيب وزن الراطل للورستيد والوزن بالكيلو للمتري وبجيب لي ده تمن ولده تمن وبعد كده ببدأ امشي في مسألتي بدون اي اختلاف يبقى انا عندي فكرة مسألة تكاليف الانتاج في ايه في ايجاد الوزع خدنا احنا فكرتين قبل كده في الحلقات السابقة بتاعتنا ايه هما الفكرتين خدنا لما يبقى ترقيم تكس ولما تبقى مخلوطة يعني ايه مخلوطة مقسومة لنوعين من الخامات مثلا وورستيد ومتري هناخد بقى النهاردة فكرتين تانين عشان نبقى احنا كده غطينا الاربع افكار بتاعنا وان شاء الله باذن الله مش هيخرج عن واحدة منهم في الامتحان نبدأ مع بعض كده ونشوف الباب التاني بتاعنا بيقول ايه بيقول لي مطلوب تشغيل اربعين فستان طول الفستان تلاتة متر والعرض تمانين سمتي الماكينة نمرت اتناشر انجليزي من الوجين طول الغرزة تلاتة اربع وعدد اسطول سانتي ستاشر التشغيل يتم بترتيب بترتيب ايه بتاعي عندي صوف وورستيد عشرة سانتي نمرته تمنتاشر وثمن الرطل منه عشرين جنيه يليه اربعة سانتي قطن نمرت اتناشر وثمن الرطل منه خمستاشر جنيه عندي استهلاك خمات خمسة في المية يبقى انا عندي الاستهلاك بتاعي خمات خمسة في المية ويستخدم للخياطة بقرة لكل خمس فستين سمن البقرة اتنين جنيه الانتاج يتم على ماكينة سرعتها اربعين سطر لكل دقيقة وساعات العمل عشر ساعات اجرة اللفة عندي واحد جنيه من النوعين اجرة التشغيل للعامل 30 جنيه بص هنا دخل لي زمن التشغيل جوه المسألة يعني ما قال ليش هاتي عدد ايام لكن دخل لي قال لي اجر عمال طيب قال لي كمان اجر التفصيل خمسة جنيه للفستان استهلاك ماكينات ومصاريف عشرين جنيه مدين الارباح عشرين في المية والمطلوب عامل مؤيسة لتحديد سمن بيع الفستان طبعا انا سعيدة جدا المسألة دي احنا كنا فعلا واخدينها واجب في الحلقة السابقة ولقيت فعلا ردود فعل جميلة جدا من الطالبات حلوا فعلا المسألة وطلعوا لي الناتج وبعته لي وقالت لهم برافو عليكم فعلا الناتج كان مزبوط 100% وعلشان كده اخترت ان انا ابدأ بيها عشان يشوفوا خطواتهم اللي هم حلوها كلها قدامهم على الشاشة اتمنى ان كل الطلبة كمان تتفاعل وتحل المسائل وتبعتلي الايجابات طيب احنا عايزين نشوف ايه خطوات الحل في المسألة نبدأ مع بعض ونشوف ايه الخطوات اول حاجة عندي خطوات الحل زي ما اتفقنا هم دول الست خطوات اللي انا بشتغل بيهم اول خطوة عندي ايجاد مجموع الاجزاء مجموع الاجزاء لي مين للابر لو قال لي تفيه ترتيب ابر اول الالوان لو جي قال لي احمر واخدر وصفر اول انواع زي اللي احنا اخدناها النهاردة دلوقتي لما قلنا وورستد وقطن ايجاد الطول الكل بالمتر اللي هو بيساوي عدد القطع في طول القطع بالمتر الخطوة الثالثة هنوجد الوزن والتمن ممكن يبقى الوزن بتاعي بالرطل وممكن يبقى الوزن بالكيلو طيب عندي بعد كده رقم اربعة هنوجد الاجور ايه الاجور دي هنبدأ نحسب كل جنيه اتصرف عندي وبعد كده رقم خمسة هجيب جملة التكاليف ايه جملة التكاليف دي جملة التكاليف شاملة 8 خمات واجور ومصاريف واخر حاجة بجيب تكلفة القطعة وثمن بيعها بعد اضافة الارباح طب هو في الامتحان مش لازم يجيب لي الخطوات دي كلها مش لازم يقول لي اوجدي اول خطوة مجموع الاجزاء تاني خطوة الطول تالت خطوة الوزن لا مش لازم يجيب لي كده ممكن يجيب لي على طوله ويقول لي مطلوب الوزن يبقى في الحالة دي لازم احل اجيب واحد واثنين او احلهم عشان اوصل لرقم تلاتة ممكن يجي يقول لي عملي مؤيسة ووجدي تمن البيع يبقى في الحالة دي لازم انا ابدأ بنفسي مع الخطوات من اول الخطوة رقم واحد يبقى انا ابقى فهم الخطوات كويس قوي هو يقول لي عايز ايه انا هشوف برضو ان انا هبقى من الاول يعني هو قال لي دلوقتي اوجد او اعمل مؤيسة لاجهة تمن البيع بعد اضافة الارباح يبقى انا عارفة ان في خطوات انا بامشي عليها ايه الخطوات اللي انا بامشي عليها اول خطوة عندي هجيب مجموع الاجزاء وبالخطوة التانية هجيب الطول الكل بالمتر وبعد كده الوزن الاجور جملة التكاليف وسامن البيع طب هو ممكن يجي يقول لي اوجد الوزن اه ممكن يبدأ يقول لي اول حاجة اوجد الوزن يبقى انا لازم مع نفسي اجيب الخطوة الاولى والخطوة التانية لانها بتبقى موجودة فعلا في نموذج الاجابة وعليها درجات طب نبدأ بقى كده ونشوف خطوات المحل كده مع بعض خطوة خطوة هنبدأ ازاي اول حاجة عندي اهو اول حاجة عندي هجيب مجموع الاجزاء ايه مجموع الاجزاء دي انا عندي قال لي عندك 10 سنت ورستد و 4 سنتي قطن 10 سنت ورستد و 4 سنتي قطن يبقى 10 زائد 4 هتساوي 14 بعد كده عايزة اجيب الطول الكل بالمتر ايه الطول الكل بالمتر اللي احنا اتفقنا عليه وقلنا له القانون بتاعه اللي هو عدد القطع في طول القطع عدد القطع عندي كانت 40 فستان وطول القطعة 3 متر يبقى 40 في 3 ب120 متر طيب عشان اجيب بقى الوزن هجيب الوزن للنوع الاولان الاول وبعدين الوزن للنوع التاني الوزن بالرطل بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الورزة في عدد أسطر الصنتي في طول القمش بالسنتي على 100 في 35 على 32 وتحت نمرة الخيط والطول السابت ده قانون الوزن اللي انا متعودة عليه ولازم اجيبه طيب بعد كده هابدأ اشيل كل كلمة وحط رقمه هجيب وزن الورزة دي الاول العرض عندي 80 2 على 5 الجوج 12 عدد الاوجه 2 طول الورزة 75 من 100 عدد أسطر الصنتي 16 طول القمش بتاعي بالمتر 120 والقانون بيقول لي بالسنتي فهضرب في 100 على 100 في 35 على 32 عشان احول الطول من متر اليرضة في الاستهلاك 105 على 100 ونمرت الخطة عندي 18 ونوعها وورستيد يبقى 560 ما ننساش نكتب 14 على 14 ايه العشرة على 14 اللي احنا دفناه في الاخر دي هي ترتيب الورستد الورستد 10 ومجموعهم 14 يبقى ناخد بالنا اول لان انا لو ما حطيتش العشرة على 14 نص المسألة ضع مني ليه لان هو كده هيعتبر ان القمش كلها كانت وورستد لا ده انا بقوله 10 سنتي بس من 14 سنتي هو الورستد يبقى انا في الحالة دي لازم اضرب في 10 على 14 بعد ما جبت الوزن الورستد وطلعته معايا وطلع 90 رطل هابدأ اجيب له التمن يبقى انا كده هجيب وزن كل خامة وتمنها جبت اول حاجة وزن الورستد طلع ليه 90 رطل ويدربته في التمن بتاعه وطلع 1800 جنيه زي ما عملت الورستد هعمل للقطن بس النمرة هتختلف الطولي السابت هيختلف وكمان مجموع الاجزاء بتاعتي هيختلف نشوفها مع بعض ده كده الوزن بالرطل للقطن وبرضه لازم اكتب القانون محدش يقول لي انا كتبتها مرة فخلاص لأ نحاول دايما ايدينا تاخد على كتابة القانون يبقى العرض بالسنتي هشيله برضه وحط 80 2 على 5 الجوج 12 عدد الأوجه 2 طول الغرزة 75 من 100 عدد أسطر السنتي 16 وبرضه طول 120 في 100 ايه ده حد يقول لي طب ده كل الأرقام واحدة اقول له ايوة لكن في بعض الاختلافات ايه يا بعض الاختلافات اللي عندي هنبص بقى تحت كده هلاقي عندي نمرت الخيط نمرت الخيط عندي وطن فدربت في 840 وحطيت الترتيب بتاعي اللي هو 4 على 14 اللي هو النوع او عدد الأجزاء بتاعة القطن طلعتها 36 وبعد كده دربت في 8 يبقى 36 في 15 ب540 جنيه وزي ما اتفقنا ان كل حاجة بالجنيه هنطلحها هنرقمها يبقى انا طلعت 8 الورستيد دي كانت اول حاجة واحد طلعت تاني حاجة 8 القطن دي رقم 2 هبدأ اجيب اجور اللف قال لي للرطل جنيه من النوعين طب انا عندي كام رطل الورستيد 90 يبقى اجر تلف الورستيد 90 في 1 بتسعين جنيه وده هتبقى رقم 3 طيب يبقى احنا كده جبنا 8 الورستيد رقم 1 و 8 القطن كان رقم 2 و اجر تلف الورستيد كانت رقم 3 وهنكمل بقية اجورنا و احنا اتفقنا كل رقم بالجنيه بيطلع بنرقمه ليه عشان لما اجي اجيب مجمومة التكاليف بتاعتي هبدأ اجمع كل الارقام اللي انا طلعتها يبقى احنا طلعنا 1 8 الورستيد 2 8 القطن 3 اجر تلف الورستيد 4 اجر تلف القطن طب نكمل مع بعض ونشوف الاجور بتاعتنا عدد بقر الحياكة بيقول عدد بقر الحياكة دي كل بقرة بتعمل لي 5 فستيد وانا عندي كامفوس 2 عندي 40 يبقى 1 فاربعين على 5 تلع لي 8 بقرات هنرقمها لا طبعا مش هنرقمها لان دي مش بالجنيه لكن اللي هنرقمها بقى هو 8 البقر انا عندي البقرة بـ 2 جنيه وانا عندي كام بقرة 8 بقرات يبقى 8 بقر الحياكة هتساوي 8 في 2 بـ 16 جنيه ودي هي اللي هتبقى رقم 5 طب قال لي كمان اجوري العمال في اليوم يبقى انا لازم اجيب عدد الايام طيب هو قال لي اجيب عدد الايام حتى لو مقال ليش دي انا مجبرة ان انا يجيب عدد الايام طب عدد الايام بتسوي الكمية المطلوب انتاجها على الانتاج اليوم وجالي سؤال هنا مهم جدا قالوا لي هو احنا ليه لما جينا نجيب عدد الايام حطيت الكمية المطلوب انتاجها بالمتر وما حطيتش عدد القطع ده سؤال مهم جالي جدا من ضمن الاسئلة اللي جات اللي في زمن التشغيل اني لازم البسط يبقى زي المقام يعني ايه البسط زي المقام يعني هو ينفع الانتاج اليوم يبقى بالمتر وحط الكمية المطلوب انتاجها قطع طبعا ما ينفعش يبقى انا لازم الكمية المطلوب انتاجها تبقى بالمتر يبقى انا عندي كمان طول الانتاج اليوم بتاعي بالمتر عندي الانتاج اليوم قطع يبقى الكمية المطلوب انتاجها قطعة يبقى لازم اللي فوق يبقى زي اللي تحت علشان كده انا ما استخدمتش عدد القطع واستخدمت الطول الكل طب يبقى انا عندي هنا قانون عادي الايام بيسوي ايه بيسوي الكمية المطلوب انتاجها على الانتاج اليوم انا عندي الكمية المطلوب انتاجها المرة دي 40 فستان وعندي كمان 120 متر طب هستخدم انهي واحدة فيهم الانتاج اليوم هي اللي هتحددلي انا عندي هنا الانتاج اليومي هطلعه بالمتر ليه هطلعه بالمتر عشان عندي قانون بتاع السرعة بستين فعدد ساعة العمل فعدد الماكينات على عدد أسطر السنتي في مية طلع للانتاج اليومي بالمتر يبقى هو هنا حدد لي ان انا لازم غزبا عني هستخدم المية وعشرين مش الاربعين يبقى انا هنا خدت ليه المية وعشرين متر عشان عندي الانتاج اليومي بالمتر يبقى عدد الايام بتاعتي هتساوي المية وعشرين على ال 15 متر اللي احنا طلعناهم وهتطلع لثمان ايام يبقى انا كده جبت عدد الايام طب انا جبت عدد الايام ليه جبت عدد الايام عشان يجيب اجور العمال نبصت كده مع بعض عندي اجور العمال قال لي ايه قال لي اجري العامل في اليوم تلاتين جنيه اجري العامل في اليوم تلاتين جنيه طب انا عندي كم يوم عندي ثمان ايام يبقى ثمانية في تلاتين بمئتين واربعين جنيه ودي هتبقى رقم 6 رقم 6 عندي بعد كده اجرت التفصيل قال لي 5 جنيه للفستان طب انا عندي كم فستان 40 يبقى 45 بـ 200 جنيه ودي هتبقى رقم 7 وبعد كده عندي المصاريف هتنزل زي ما هي 20 جنيه ودي هتبقى رقم 8 يبقى انا كده جبتي 8 حاجات ايه هم التمن حاجات اللي انا هجمحهم لما اجيب جملة التكاليف جبتي 8 الورستد وجبتي سمن القطن جبتي اجرت لف الورستد واجرت لف القطن وجبت عندي الاجور وتمن البكر اجور عمال واجور تفصيل وكمان مصاريف جمعتهم مع بعض كلهم دي هي جملة التكاليف طلعت لي كم؟ طلعت لي 2942 جنيه طب انا لما حب بيع الفستان واكسب فيه 20% يبقى سمن بيع الفستان بعد اضافة الارباح هيساوي ايه؟ جملة التكاليف في نسبة الربح زائد 100 على 100 في عدد القطع طب نففها مع بعض كده يبقى 2942 في 120 وده 120 دي اللي هي نسبة الربح على تحت 40 لعدد القطع والمية اللي هي بتاعت نسبة الربح طلعت لي 8826 من 100 جنيه يبقى انا كده حليت المسألة بتاعتي كاملة وجبت 8 بيع الفستان بعد اضافة الارباح يبقى احنا هنا بدأنا الباب التاني وقلنا ان الباب التاني ده من الابواب المهمة جدا عندنا وقلنا ان ليه افكار كتيرة جدا قلنا ايه هي افكاره يا اما هيجيلي وزن برط وفي الحالة دي هيديني الخامة فيها قطن او وورستيد او كتان او حرير هيجيلي ممكن وزن بكيلو جرام لو انا عندي الترقيم متري وكمان وزن بكيلو جرام لو تكس او دينير يبقى ناخد بالنا قوي لان تكد تكاليف الانتاج في ايجاد الوزن خدنا قبل كده فكرة عن التكس وخدنا لو هو عندي خمتين قطن مثلا او وورستيد مع متري والمرة دي اخدنا الوورستيد مع القطن وهناخد فكرة كمان ايه الفكرة الرابعة بتاعتنا اللي احنا هناخدها النهاردة لو من دين ترقيم دينير يبقى احنا كده لمينا كل الافكار بتاعتنا واتمنى ان نتيجي منهم فكرة في الامتحان ان شاء الله طيب نبدأ مع بعض بقى ونشوف المسألة التانية بتقول ايه ادي المسألة التانية اهيه ده تمرين على ترقيم الدينير وزي ما اتفقنا ان الدينير زي التكس ما بيفرقش معايا في حاج طيب احنا عندنا ايه الفرق ما بين الدينير والتيكس الدينير عندي تسعة تلاف والتيكس الف طيب المسألة بتقول لي ايه يراد تشغيل عشر تلاف متر يبقى الكمية هنا المطلوبة مش عدد قطع ده الكمية المطلوبة هنا ايه امطار عشر تلاف متر وماشي لعملوا بلوفرات لعملوا بلوفرات رجالي هي هتفرم معنى رجالي ولا حرمي مش مشكلة عرض البلوفر بتاعي خمسين سنتي وطوله متين وخمسين سنتي الماكينة جوج عشرة يبقى نوع الماكينة عندي جوج ايه عشرة من الوجهين لا ده مديني كمان ترتيب ابر قال لي ترتيب الابر ايه ابريتين داخل الشغل وابرة خارج الشغل وطول الغرزة خمسة وسبعين من مية سنتي من خيط رقم تمانين دينير سعما الكيلو بتاعي تلاتين جنيه وعدد أسطر السنتي عشر سطر استهلاك خمات خمسة في المية نكمل مع بعض الأجور والمصاريف قال لي ان هي ترقيم ايه ايوة قال لي انها ترقيم دينير وعايز كمية انتاج كمية كمية دي قد ايه عشر تلاف متر ما قال ليش عدد قطع يبقى اكيد وانا بحل المسألة هبقى محتاجة ان انا اجيب عدد القطع دي مرفوما وميديني طول القطع بتاعتي ميتين وخمسين سنتي واحنا لا بنشتغلش بستانت احنا دايما بنشتغل بالمتر يبقى طبيعي وانا شغالة في المسألة هحتاجي ان انا اعمل عملية تحولات لكن اول ما لقتها فيها ترتيب ابر يبقى انا لازم اعمل مجموع الاجزاء لترتيب الابر عشان عندي ابر شغالة وابر غير شغالة طيب دي اول حاجة الفكرة التانية فيها ايه انها دينير يبقى هتطبق قانون ايه مش قانون الوزن بالراطلة لا ها نفتكر كده قانون ايه ايوا قانون ايه بالكيلو جرام طب القانون بالكيلو جرام ده اللي هو بيساوي ايه بيبقى اول حاجة عند النمراتيكس او دينير في ايه في العرض بالسانتي في اتنين على خمسة في الجوج في عدد الاوجو في طول الغرزة في عدد استرو السانتي في طول القمش بالسانتي على مية وبقف ما بادرفش في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين ليه عشان عايزة طول بالمتر مش باليرضي يبقى على مية وبقسم تحت على الف عشان يبقى الوزن بتاعي بايه بالكيلو جرام لا وبحط كمان تحت الرقم السابت لو هو عندي تيكس يبقى احط ألف لو هو عندي دينير يبقى تسعة تلاف عرفنا ايه الفرق ما بين الترقيمين ياريت نبقى مركزين كويس قوي طيب نكمل مع بعض بقيت المسألة ونشوف الأجور بتاعتنا كانت بتقول ايه عندي بعد كده الأجور والمصاريف قال لي أجر التدوير واحد جنيه للكيلو الكيلو بواحد جنيه ما صعبهاش عليا وقال لي للرطل طيب أجرة التشغيل اتنين جنيه للمتر أجرة التفصيل تلاتة جنيه ليه البلوفر آيب هو عايزنا كده نعملها بلوفرات أجرة التجهيز عشرين جنيه للنص دستا وبعد كده مديني المصاريف غير مباشرة ميتين وخمستاشر واربعة من عشر جنيه وعندي بعد كده حاجة مهمة أو طالب سمن بيع البلوفر بعد إضافة ربح مقداره كام؟ مقداره عشرين في المية يبقى نسبة الربح هنا عندي كام؟ عشرين في المية طب نبدأ مع بعض حل ما اسألتنا أول حاجة قلت مجموع الأجزاء مجموع الأجزاء مجموع الأجزاء ليمين؟ مجموع الأجزاء للإبر ليه مجموع الأجزاء للإبر؟ لأنه هو قال لي عنديك ترتيب للإبر إيه ومجموع الأجزاء بقى للإبر؟ عندي إبريتين داخل الشغل وإبرة خارج الشغل يبقى 2 زائد 1 هتساوي 3 طيب واتفقنا هنجيب الوزن بإيه؟ بالكيلو جرام عشان الترقيم ده عندي دينير طيب يبقى العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجو في طول الغرزة في عدد أسطر السانتي في طول القمش بالسانتي في النمرة دينير كل ده فوق تحت بقى الخمسة بتاعت الاتنين على خمسة ويه على مية عشان أحول الطول بالمتر ألف عشان أحول الوزن إلى كيلو جرام وتسعة ألاف هو الرقم الثابت للدينير طيب ولو كان التكس كيته يبقى نفس القانون بس بدل التسعة ألاف هيبقى إيه؟ ألف مظبوط لأن أنا عندي الطول الثابت للتكس ألف ناخد بالنا وإحنا حالين نعمل مقارنات كده ما بين الترقيم وبعضها طيب هابدأ أشير كل كلمة وحط رقمها عندي أول حاجة العرض بالسانتي خمسين اتنين على خمسة الجوج عشرة عدد الأوجه اتنين طول الغرزة خمسة وسبعين من مية عدد أسطر السانتي عشرة طول القماش عشر تلاف متر بدربه في مية على مية بدرب في نمرت الخط بتاعت اللي هي تمانين دينير وما ننساش حاجة مهمة قوي اتنين على تلاتة إيه اللي اتنين على تلاتة اللي فوق دي؟ اللي اتنين دي هي ترتيب الإبر في مية وخمسة على مية اللي هو الاستهلاك بأس متحت على ألف عشان أحول لكيلو جرام وتسعة تلاف هو الطول السبت طلعت الوزن بالكيلو جرام مية ستة وتمانين وستة من عشرة كيلو جرام يبقى أنا أول حاجة فكرت فيها في المسألة هنا كانت إيه؟ إن أنا أعمل مجموع الأجزاء ليه فكرت في أول حاجة في مجموع الأجزاء؟ لأنه لقيت عندي ترتيب إبر إيه ترتيب الإبر بتاعتقل إبريتين داخل الشغل وإبريتين خارج الشغل على طول يبقى أول خطوة عندي هي مجموع الأجزاء هو ما قال ليش وجدي مجموع الأجزاء لكن بدام إداني ترتيب إبر يبقى أول خطوة مجموع الأجزاء 2 زائد 1 هتساوي 3 بعد كده بصيت للترقيم هو نوع الخامة إيه؟ قال لي دينيار قال لي دينيار يبقى في الحالة دي هستخدم قانون إيه؟ الوزن بالكيلو جرام هو هو زي قانون الوزن مع بعض الاختلافات إيه هي الاختلافات اللي عندي؟ النمرة دينيار بتبقى فوق أو النمرة تيكس بتبقى فوق تحت بقسم على ألف عشان يبقى الوزن بتاعي بالكيلو جرام وبقسم كمان على الطول الثابت لو تيكس ألف لو دينيار تسعة تلاف وما بدربش في 35 على 32 لأن 35 دي هي ثابت التحويل من متر إلى يرضى أنا مش عايزة يرضى أنا عايزها تفضل زي ما هي بالمتر طب بقت القانون بتاعي وأنا بعوض منساش أن أنا حط مجموع الأجزاء للإبر حطيت اتنين على ثلاثة وبعد كده طلعت الوزن بتاعي بالكيلو جرام تعتبر نص المسألة كده خلص لأن الخطوات اللي جاية كلها هلاقيها بتتكرر في كل المسائل زي بعض أول ما بجيب الوزن بابدأ أجيب التمن بعد ما بجيب التمن بابدأ أجيب كل جنيه اتصرف على الكمية طب نبدأ نكمل مع بعض ونشوف بقيت المسألة بتقول إيه جبت هنا الوزن بتاعي تدعي 186.18 كيلو جرام طيب هو أي اللي 8 كيلو كام؟ أي اللي 8 كيلو 30 8 الكيلو 30 يبقى 186.18 دربتها في 30 اللي هو 8 الكيلو طلعتها 5598 جنيه ودي هتبقى رقم واحد طب ليه رقم واحد لأن احنا اتفقنا أن كل حاجة بالجنيه هنرقمها عندي بعد كده أجرة التدوير قال لي أجرة التدوير لكيلو جنيه طب أنا عندي كام كيلو؟ عندي 186.18 كيلو في كام؟ في واحد هتساوي 186.18 جنيه ودي هتبقى رقم 2 نكمل مع بعض عندي بعد كده أجرة التشغيل أجرة التشغيل أجرة التشغيل قال لي 2 جنيه للمتر طب أنا عندي كم متر؟ عندي 10,000 متر يبقى 10,000 في 2 بعشرين ألف جنيه ودي بقى دي رقم 3 عشان أجيب أجرة التفصيل بقى هو قال لي أجرة التفصيل بالقطعة القطعة 3 جنيه يبقى هنعرف هنا عندي دي نقطة ديها كده ونقولي بقى أنا في الحالة دي لازم أجيب عدد القطعة هو ما قال ليش أجيزي عدد القطعة لكن إداني معلومة قال لي أجر التفصيل القطعة يبقى أنا لازم أجيب عدد القطعة لأن أنا معرفش العشر تلاف متر دول هيطلعولي كام قطعة فهعمل إيه؟ هقول له الطولي القطعة عايزي أعرف القطعة بتاعتي عددها قدي أجيبه إزاي؟ هجيبه عن طريق قانون إيه هو القانوني اللي بيقول لي إيه؟ عدد القطعة بيساوي الطولي الكلي بالمتر على طول القطعة بالمتر أو الوزن الكلي بالكيلو أو بالرطل على الوزن القطعة بالكيلو أو بالرطل طب إمتى هستخدم القانوني الأول وإمتى هستخدم القانوني الثاني حسب معطيات المسألة هابوس هو مديني للقطعة طول ولا وزن؟ يبقى هي دي اللي هتحدد لي أنا هستخدم إيه؟ لقيته هنا في المسألة مديني طول القطعة الدهاني 250 سنتي يبقى انا في الحالة دي هستخدم الطول القلي على طول القطعة بس انا عندي الطول القلي بالمتر مديني 10 تلاف متر والقطعة الوحدة 250 سنتي طب مهو كده ما ينفعش يبقى انا لازم هعمل عملية تحويل المتين وخمسين سنتي دي هخليهم لمتر هتبقى 2.5 عشان يجيب عدد القطعة يبقى عدد القطعة في الحالة دي هتسوي الطول القلي بالمتر على طول القطعة بالمتر وهيطلع لها عدد القطعة نشوفها كده مع بعض جبناها ازاي يبقى عشان اجيب اجرة التفصيل هجيب عدد القطعة عدد القطعة ده بيسوي ايه الطول القلي على طول القطعة الطول القلي ده عندي كام 10 تلاف متر وطول القطعة كان 250 سنتي لما أسمها على مية عشان تبقى بالمتر هتبقى 2.5 متر ولازم اعمل التحويل ده علشان يبقى اللي فوق زي اللي تحت يبقى العشرة تلاف على اللي 2.5 هتساوي 4000 قطعة يبقى عشان كده هنجيب اجرة التفصيل بتاعتي انا عندي القطعة الوحدة قال لي 3 جنيه يبقى الـ 4000 في 3 بـ 12000 جنيه ودي هتبقى رقم 4 ناخد بالنا في حاجات في النص كده تلعت عدد قطع وطول قطعة وما جبناش ارقام يبقى انا ما برقمش إلا بالجنيه يبقى تاني كانت فكرة المسألة دي سهلة وبسيطة وكانت بتتكلم عن ترقيم الدنيار ترقيم الدنيار بتاعي زي ترقيم التكس الوزن فيه بالكيلو جرام ونفس القانون مع اختلاف الطول السبت قلت اول حاجة عندي هجيب مجموع الاجزاء مجموع الاجزاء اللي هو بايه بترتيب الابر عندي كان فيه ابرتين شغالين وابرة غير شغالة فعملت اول حاجة جبت مجموع الاجزاء وبعد كده جبت الوزن بالرطل ووزن بالكيلو جرام وبعد ما جبت الوزن بالكيلو جرام جبت له التمن وبعد ما جبت التمن جبت أجرة التدوير بتاعتي وبعد كده حبيت أن أجيب عدد القطع عشان أجيب أجرة التفصيل طب ناخد بالنا أن كل حاجة تطلع لي بالجنيه لازم أرقمها وناخد بالنا كمان من الترقيم قبل ما تحط أي قانون بص للترقيم بتاعك بص النوع الخامة لو قطن كتان حرير فبران فيسكوز هتحطي قانون الوزن بالرطل لو متري يبقى هتحطي القانون بتاعه اللي هو الوزن بالكيلو جرام لو تيكس أو دينيار والاتنين زي بعض هيتحط القانون بتاعهم الوزن بالكيلو جرام بس في التيكس هيبقى ألف والدينيار هيبقى تسعة ألف طب نكمل مع بعض بقيت المسألة بتاعتنا طيب هناخد بعد كده أجرة التجهيز هنا قال لي أجرة التجهيز إيه؟ قال لي ستة جنيه لأ من ستة ده هي قال لي عشرين جنيه للنص دستة طب والنص دستة دي قدي إيه؟ ستة قطع ستة قطع يبقى ناخد بالنا قوي أنا ما عنديش عدد دستة عشان أقول أنا عندي كان نص دستة وأبدأ أحسب أنا ما عنديش عدد دستة فهجيب في أجرة التجهيز هعمل إيه؟ هقول له عدد القطع في العشرين جنيه اللي هي الأجور بتاعتي وهقسم على ستة هقسم على ستة ليه على ستة؟ عشان هو قال لي نص دستة قال لي عشرين جيلي نص دستة طب ولو كان قال لي للدستة كنت أسمت على إثناشر يبقى هقسم على ستة وهطلع الرقم بتاعي اللي هو تلتاشر ألف تلتمية تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشر جنيه وديه هتبقى رقم خمسة وبعد كده بجيب المصاريف وبتنزل زي ما هي وهي ميتين وخمستاشر واربعة من عشر جنيه وديه هتبقى رقم ستة يبقى أنا هنا هبدأ أعمل جملة التكاليف طب ناخد فكرة بقى كده بسرعة عن المسألة بتاعتنا تاني كده المسألة يعبارها عن إيه؟ عن ترقيم دانير قال لي مطلوب إنتاج إيه؟ عشر تلاف متر العشر تلاف متر دول قال لي فيهم ترتيب إبر إبريتين داخل الشغل وإبرة خارج الشغل طيب ونوعهم إيه؟ قال لي نوعها دانير نمرته تلاتين نمرته تلاتين وتمن الكيلو جرام بتاعه تلاتين يبقى في الحالة دي أول حاجة هعملها هجيب مجموع الأجزاء مجموع الأجزاء لمين؟ مجموع الأجزاء للإبر اللي هو قال لي إبريتين داخل الشغل وإبرة خارج الشغل يبقى 2 زائد 1 هتساوي تلاتة وبعد كده هجيب الوزن بإيه؟ الوزن بالكيلو جرام ليه هجيب الوزن بالكيلو جرام؟ علشان خاطر ده نوعه إيه؟ دانير طب هو قانون الوزن بالكيلو جرام بيسوي إيه؟ بيسوي العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجو في طول الغرزة في عدد أسطر السانتي في طول القمش بالسانتي على 100 يبقى أنا كده جبت الطول بالمتر ويفوق تقندي النمرة سواء كانت دانير أو تيكس تحت بقسم على ألف علشان أحول الوزن بتاعي من جرام إلى كيلو جرام ولو أنا عندي دانير حطيت 9000 علشان الرقم السبت جبت كده الوزن بإيه؟ بالكيلو جرام بعد كده جبت له أجرة التدوير أجرة التدوير هشوف هدور الكيلو كام وشوف تمن الكمية بتاعتي كام كل حاجة طلعتها بالجنيه رقمتها وبعد كده قال لي أجرة التشغيل بالمتر طب أنا عندي كم متر؟ عندي 10,000 متر وقال لي المتر بالتين جنيه ده رابط الاتنين في بعض وطلعتها بالجنيه وديتها رقم بعد كده عايز عندي بالقطع أجرة التفصيل بالقطع ما لقيتش عندي قطع يبقى أنا لازم أجيب عدد القطع عدد القطع بتسوي إيه؟ الطول الكلي على طول القطع أو الوزن الكلي على وزن القطع تمام؟ طيب الطول الكلي عندي كام؟ 10,000 متر طب وطول القطع عندي كام؟ عندي 250 سنت طب أنا لا أشتغلش بالسنت لأن أنا عندي الطول الكلي فوق بالمتر يبقى لازم اللي فوق يبقى زي اللي تحت يبقى العاشر تلاف متر أسمتها على اللي 2,5 اللي هي تحويل المتر وخمسين أسمتها على مية بقت 2,5 يبقى عاشر تلاف على 2,5 في الحالة دي طلعت إيه؟ طلعت عدد الكطع بتاعتي من هنا بدأت أجيب أجرة التفصيل طيب عندي كمان أجرة التجهيز قال لي بالنص داستا العشرين جنيه دي للنص داستا فاضطريت إن أنا هأسم على ستة عشان أجيب أجرة التجهيز بتاعتي يبقى ضربت عدد الكمية بتاعتي في عشرين أسمت على ستة عشان أجيب أجرة التجهيز وبعد كده حطيت المصاريف وديتها رقم كل دا أنا برقمه عندي عشان لما أجيب جملة التكاليف طيب نبص مع بعض كده عشان وقتنا يبدو أن يبدأ يخلص نشوف بقى كده نكمل مع بعض جملة التكاليف عندي حطيت أول حاجة تمن الخمات بتاعتي اللي هي تمن الدنيار 5598 ضفت عليها 186.18 اللي هي أجرة التدوير بتاعتي العشرين ألف اللي هي أجرة التشغيل والـ 12 ألف اللي هي أجرة التفصيل و13333 و3 من 10 أجرة التجهيز والـ 215 و4 من 10 اللي هي المصاريف النسرية بتاعتي أو المصاريف الإدارية طلعت 38 ألف جنيه بنسبة كبيرة قوي دايما تطلع جملة التكاليف عندي رقم صحيح طيب عايزي نجيب بقى سمن بيع القطعة بعد إضافة الأرباح هتساوي جملة التكاليف اللي احنا جبناها اللي هي 38 ألف فيه المية وعشرين لأنه قالي نسبة الربح بتاعتي 20% أسمت على مية ودربت في 4000 اللي هي عدد القطع طلعت لـ 11 و4 من 10 جنيه يبقى احنا كده خلصنا كمان مراجعة الباب التاني اللي هو تكاليف الإنتاج على الماكنة المستطيلة اللي هو يعتبر من أهم الأبواب عندي واللي للأسف بيبقى عليه درجة كبيرة جدا من الامتحان عشان بيبقى فيه خطوات كتير كل خطوة منها بتبقى عليها درجة يعني لو جي قالي عدد البكر وتمنه يبقى عدد البكر ده لي درجة ويتمن لي درجة لو جي قالي عدد القطع ويجر التفصيل يبقى عشان يجيب عدد القطع دي درجة ويجر التفصيل ليها درجة تانية يبقى أنا في الحالة دي لازم أخذ بالي وأنا بحل المسألة بتاعتي إن فيها خطوات كتيرة وكل خطوة بتبقى مرتبطة على التانية يبقى أنا لازم وأنا بحسب أعيد الحزبة مرة واثنين لأن الإيد عمرها ما بتغلط نفس الغلطة مرتين يبقى أنا عشان أتأكد إن الناتج بتاعي صح أعيده مرة واثنين لما يطلع نفس الناتج مرتين ثلاثة يبقى أنا كده شغالة صح وركز قوي وأنا بحل لأن مادة المؤيسات من المواد اللي محتاجة مهار التفكير وتركيز وتخيل تخيل إن انت فعلا في مصنع تخيل إن انت مطلوب منك كمية وعايز يعرف تمن بيعها وهتضيف عليها أرباح يبقى أنا لازم أكون مركزة كويس قوي وأنا بحل المسألة بتاعتي دي مرجعها كويس وأهم حاجة أشوف هي عبارة عن إيه ترقيم إيه لو هي قطن كتان حرير ببدأ أجيب إيه قانون الوزن بالرطل بتاعي لو هي تيكس أو دينير بيبقى الوزن بالكيلو جرام ولو هي متري برضو بيبقى الوزن التاعي بالكيلو جرام ويه المسائل الصغيرة اللي هي الباب الأول مسائل مهمة جدا بتتحلف خطبة واحدة وممتخرجش عن الأفكار اللي موجودة في الكتاب واللي احنا تناولناها فعلا مع بعض أتمنى لكم النجاح بإذن الله وتكونوا استفدتوا معي وأتمنى برضو قمية التفاعلات تزيد وكل ما بنذكر أكتر كل ما الأسئلة بتزيد وأنا منتظر أسئلتكم على الحلقة بتاعت النهاردة في المراجعة النهائية قبل الامتحان أتمنى لكم النجاح وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر